موسيقى مشاهدين الكرام في كل مكان في العالم سلام المسيحي ملا قلوبكم احنا معكم في حلقة جديدة ومسجلة من برنامج الدليل بنبدأ كالمعتاد برسالتنا الروحية نرحب وحيد ونسمع رسالة النهاردة اهلا بك يا وحيد اهلا فدوى واهلا بكل الاحبان مشاهدين في كل مكان الرب يبارك حياتكم جميعا رسالتنا ايه النهاردة الرسالة الروحية بتاعتنا النهاردة كالعادة مرتبطة بالموضوع الاساسي وانا هاخدها من الوصايا العشر سفر الخروج عشرين زي ما احنا شايفين قدامنا كده لا تسرق لا تسرق وهنا بنشوف انه بمفهومها الحرفي ربما بعض الناس تفهم انه لا تسرق الامور المادية المتاحة للانسان او اللي بيبزي المجهود عشان هو ياخدها دي سرقة مش بتاعته يعني لكن في في الاطار الاكبر او الروحي السرقة يمكن ان تدخل في سرقة امور معنوية مش شرط امور مادية ف ايضا معروفة على المستوى الادبي هناك سرقة في الامور الادبية هناك سرقة في المجال العلمي سرقة سرقة اختراعات سرقة افكار ندخل الى مستوى روحي اكتر رب يسوع قلب النظر لامرأة ليشتهيها فقد زن بها في قلبه اذا كانت هذه المرأة ليست لك فمجرد النظر لكي ما تسرق شيء ليس لك بطريقة خاطئة طبعا ده برض يدخل ضمن نطاق لا تسرق من هذه الوصية في الوصايا العشر انبسقت منها وصايا كثيرة جدا خاصة ب في التوراة خاصة بالتعويضات واذا سرق يعود بماذا وفي حالة السرقة والظروف والملابسات من هذه الوصية انبسقت وصايا كثيرة خاصة بالسرقة الشئ الرائع جدا في هذا الامر ان موسى حينما اعطي هذه الشريعة في اللوح الحجري لا تسرق ثم دونها في التوراة كان ذلك قبل ان تحد السرقات يعني مش موسى استنى وانتظر لحد ما تحد السرقة وبعدين سأل الله طب انا اعمل ايه في الموضوع ده فرحأ الله قال لا تسرق لا تسرق بكل الوصايا التي انبسقت منها كل الوصايا اعطيت قبل ان يدخل شعب اسرائيل ارض الموعد اعطيت بمجرد خروج هذا الشعب من ارض مصر وانحذروا جنوبا في برية سيناء حتى وصلوا الى ما يسمى اليوم بجبل سانت كاترين او جبل موسى او جبل سيناء هناك استلم الشريعة اخذ موسى الشريعة من الرب فيها الوصايا كاملة قبل ما يأسس دولة او قبل ما يأسس اي شيء حكومة او اي شيء نعم على الاطلاق نعم فاذا هنا الامر ليس مرتبط بشخص ولا قامت هذا الشخص ولا درجته خلينا اديله شريعة تتناسب مع حجمه هل هو مهم فأديله شريعة يعني بسيطة ولا هو لا نكرة فأعطيه قانون يعني يدمر حياته يعني اعطيت الشريعة تساوي بين كل الناس بين كل اليهود من سرق كذا هيحكم عليه بكذا متساوي مع الكم نعم في هذا الاطار طبعا بنشوف انه في الاسلام الامر مختلف يعني اذا كنت بتكلم عن موضوعنا النهاردة لا الامر مختلف مرتبط ب لما يحصل الحدث بعدين يعني ينتبه انه احنا محتاجين تشريع لهذا الامر لكن ارجع للرسالة الروحية عشان هخلي الموضوع ده لموضوعنا الاساسي واقول للاحباء المشاهدين لا تسرق هي زي ما تكلمنا ليس فقط مجرد سرقة اشياء مادية لكن بالمفهوم الروحي تدخل بنا الى مجال ومساحة واسعة جدا حتى نعيش حياة القداسة التي يوصيل بها الكتاب المقدس اعتقد شريعة او وصية لا تسرق نحتاج ان نفهمها ونحتاج ان ندخل في عمقها وانا اولكم ايضا كلنا كبشر نحتاج ان نسمو الى ما يريده السيد الرب في حياتنا حياة القداسة كلنا نحتاج ان نعيش حياة القداسة التي اوصى بها الرب يسوع كونوا قدسين كما ان اباكم الذي في السموات هو قدس الرب يبارك حياتكم شكرا شكرا لك مشاهدين اهلا بكم مرة تانية الكتاب المقدس في العهد القديم وتحديدا في سفر الامثال بيعمل مقارنة رائعة بين الانسان البار والانسان الشرير من ناحية السلوك تجاه المخلوقات فيقول الكتاب الصديق يهتم بنفس بهمته اما مراحم الاشرار فقاسية يعني الانسان البار بيسلك بالرحمة حتى مع الحيونات لكن الانسان الشرير فحتى مراحمه بتكون قاسية طبعا اذا كانت مراحم الشرير قاسية فلينا ان احنا نتخيل كيف يكون شكل قسوته رسول الاسلام وصف نفسه بصفة الرحمة واعلن انه جاء رحمة للعالمين لكن بقراءة بسيطة لتعاليم محمد وسلوكياته تجاه البشر مش الحيوانات بنشوف الشدة الغلزة بنشوف الغل بيملأ القلب بيؤكد القرآن انه صدره محمد كمؤمن لا يشفى الا بتعذيب وقتل الاخرين قرأنا عن يعني تعذيب وقتل الاخرين قرأنا عن تقطيع اوصال تصليب منع الشرب عن العطشان تسميل عيون الى اخر كل السلوكيات فاذا رجعنا وقرأنا الوصف الالهي في سفر الامثال الصديق يهتم بنفس بهيمته اما مراحم الاشرار فقاسية وادركنا الفرق الشاسع بين البار والشرير هنقدر نعرف تحت اي فئة يندرج محمد خلونا نشوف مع بعض عنوان حلقتنا النهاردة دراسة حول حد السرقة في الاسلام بنرحب وحيد مرة تانية ونبدأ نشوف موضوعا اهلا بك مرة تانية وحيد اهلا فذوى مجددا برحب بكل الاحباء المشاهدين في كل مكان رب يبارك حياتكم جميعا وانت بتتكلم في الحلقة عن ان الوصية جاءت للجميع ما فرقتش بين الرسالة في الرسالة انا قلت ايه الحلقة في الرسالة في الرسالة الروحية ان الوصية جاءت للجميع صحيح يعني بنتذكر على طول القانون فوق الجميع صحيح يعني وكأنه القانون الوضعي يعني بياخد التشريعات بتاعته حتى المسميات بتاعته من الكتاب المقدس خليني يعني اقول كمان انت قلت انه السرقة لها اسباب نزول في الاسلام في الاسلام طبعا لها اسباب نزول صحيح طيب هو يعني السرقة دي المفروض انها شيء معروف عند الجميع انها زنب خطيئة شيء مش كويس مش محبوب الى اخر المسميات فهل دي بتحتاج لأسباب نزول يعني شوفي لما الرب ارسل موسى بمجرد ما موسى طلع شعب اسرائيل من ارض مصر اراضي الشريعة لا تسرق لا تقتل لا تزني لا تقتل الى اخر كل هذه بكل تفصيلات كل وصية ما هي كل وصية من الوصايا العاشرة عند درج تحتها وصايا كثيرة جدا ولذلك سميت الوصايا العاشر نسبة لانها الاصل الذي منه الفروع بعد ذلك نا اذا كان في شخص يقول انه نبي يبقى انت عندك الابجديات الاوليات انت بتحطها لا تحتاج الى سنوات لتكتشف ان ينقصك هنا وصية او ينقصك هنا شريعة نا الاسلام نعرف ان هناك علم من اهم علوم القرآن نا مثل مثل الناسخ والمنسوخ هو اسباب نزول ايات القرآن صحيح وبالتالي حتى السرقة استدعى الامر ان يكون هناك سبب حتى تنزل هذه بن قوسين تنزل نا نا هذا التشريع ينزل هذا التشريع وجاء يعني هذا التشريع عندما وضع وضع انا اعتقد انه بطريقة يجب على المسلم اليوم انه ينتبه كيف وضع ومن اين اخذ هذا التشريع طيب ايه اللي انت ممكن تجدمه النهاردة يعني بخصوص حد السرقة ايه اللي دراسة اللي انت عملتها عشان او ايه اللي انت عايز تجدمه للمسلم في موضوع حد السرقة بنعمة الرب انا حاطط العنوين النهاردة تحت تسمية مفاجآت ربما هي مفاجآت للبعض ليس للكل لكن بلا شكها سيكون فيها مفاجآت لعدد كبير جدا فانا يعني سأحتفظ بالرد على سؤال اكتباعا يأتي في كل مرة ما اريد ان اقدم في بنعمة الرب هذه الدراسة المتواضعة التي اعتقد انه تحتاج الى بحاثة يعني كسر ليزيدوا ويضيفوا عليها خلال بحثهم يعني انت النهاردة عنوين كلها مفاجآت نعم كل العنوين مفاجآت نعم كل العنوين طيب خلينا نبدأ نبدأ بنعمة الرب ناخد اولا التشريع الذي قيل في القرآن سورة المائدة 38 والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم يعني الله بنكل بهم علشان هما سرقوا فهنا بنشوف يعني غريب ان يكون علشان سرق تقطع ايده ده امر غريب جدا وامر قاسي جدا مهما كانت السرقة كبيرة او صغيرة انت عندك مبدأ المبدأ لا يمكن ان يتناسب هذا الجرم مع العقاب العقاب فيه تعطيل للانسان بشكل بشع جدا على كلنا نحواصل عشان مدى عندي كثيرة يعني وتعلق في وقتها هي اي ان كانت يعني قيمة الشيء المسروك مش هيعادل قيمة جزء من كيان الانسان صحيح استحالة يعني صحيح طيب اتفضل انا حاسيبك تكمل وبعدين اشكرك اتفضل اذهب للمفاجأة الاولى بنشوف تشريع قطع السارق له اسباب نزول ده اللي تكلمنا عنه من شوية في تفسير البحر المحيط لابي حيان اثير الدين الغرناطي الاندلسي تفسير بحر العلوم لابي الليس السمرقندي وتفسير زاد المسير في علوم التفسير لجمال الدين الجوز القرشي البغدادي وتفسير القرآن للثعلبي النيسا بوري وتفسير لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن على الدين البغدادي والحاول الكبير في الفقه الشافعي لمحمد الماوردي البصري كتاب حد القذف باب ما يجب فيه القطع جزء 17 صفحة 118 وأسباب النزول للواحدة النيسا بوري نقرأ هنا نزلت في طعم ابن أبيرق سارق الدرق نزلت في الشخص هذا يعني لو لأن هناك رجل قد سرق في عصر محمد وانكشف أمره لما رأينا حد السرقة في القرآن والشيء الذي يساعد على هذا الفهم يساعد على ما أقوله أن متى كتب هذا النص في القرآن متى متى هذه هي المفاجأة رقم 2 آية قطع السارق في نهاية القرآن نهاية القرآن لو رحنا سورة المائد الثمانية والثلاثين والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب النكالم من الله والله عزيز الحكيم لو بصينا كده نشوف مثلا سورة النصر هي آخر سورة نزلت في القرآن عشان بس الأحباء المسلمين في بعض منيهم كتب لي مرة أنت أصلا يعني أول سورة هي الفاتحة أنت زي وتاني سورة البقرة فهو فهو مش فاهم أنه الترتيب القرآن الموجود ده مش هو الترتيب اللي نزلت به السور لا عزيز أنت لازم تعرف أنه ترتيب القرآن اللي في إيدك ده ليس الترتيب الذي كما يقال نزلت نزلت به السور في القرآن لا آخر سورة سورة النصر رقم 114 قبلها مباشرة التوبة 113 طيب هنا نأتي إلى المائدة 112 وإحنا في سورة المائدة يعني أنت 13 سنة بتتكلم أنك نبي في مكة نعم وعندك 10 سنين أنت جاعد في المدينة نعم يعني دي نحن نتكلم عن السنة الأخيرة صحي يعني أنت 22 سنة أنت دعوتك كلها 23 سنة 22 سنة ما في حاجة يسمى سرقة في ذهنك أنه لا تسرق ما أنت عندك شريعة قبلك بـ 2100 سنة موسى كتب لا تسرق وفند أمور كثيرة أنت غير منتبه لهذا الأمر علشان كذا وكأنه لو لم يسرق هذا الشخص في آخر سنة في حياة محمد نعم يمكن لما رأينا تشريع في الإسلام اسمه لا تسرق لو يأتي بهذا هذه الفضاعة يعني قطع قطع الإيد علشان هو سرق يبقى إذن دي الجزئية التانية أنه لا 22 سنة ربما ما فيه شيء اسمه لا تسرق في التشريع الإسلامي مع أنه موسى قبل أن يعني قبل أن يعني يقول أي شيء كانت الشريعة كاملة أمامه نعم المفاجأة الثالثة مصحف ابن مسعود فيه قراءة مختلفة قراءة مختلفة بالنسبة لي السارق والسارقة طيب نجد في جامع البيان في تفسير القرآن لبن جرير الطبري وتفسير البحر المحيط لأبي حيان أثير الدين الغرناطي وأصول فخر الإسلام لفخر الإسلام البزدوي وشرح الكوكب المنير لمحمد النجار الفتوحي الحنبلي أو الفتوحي الحنبلي ومراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد لمحمد الجاوي النووي وأيضا في اللباب في علوم الكتاب لأبي حفص عادل الدمشقي الحنبلي كذلك في أحكام القرآن لابن عربي المعارف المالكي وكذلك في الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لجار الله الزمخشري الخوارزمي أيضا في تفسير القرآن للثعلب الخوارزمي وفي الحاوي الكبير في الفقه الشافعي لمحمد الماورد البصري وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي كل دول شوفي كم مرجع نعم ينقلون لنا قراءة أخرى في مصحف ابن مسعود عبد الله ابن مسعود والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وفي قراءة ابن مسعود والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما وهو يقوي قراءة الجمعة هنا والسارق والسارقة يعني أنا خليني أعمل كذا هذه المصحف الحالي في أيدي الأحباء المسلمين والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وهنا والسارق والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما هذا مختلف خالص طبع وهما يقولون أن القرآن بالحرف يعني طب هنا في حروف زايدة والسارقون والسارقات هذا حروف زايدة عن السارق والسارقة صحيح وهنا فاقطعوا أيديهما هنا أيمانهما يعني اليمين يعني شوفي الأزية إلى أي درجة مش الشمال مع أنه الاثنين خطأ يعني بس أزية أكثر أنه يقطع اليمين اللي بيعمل بها ويشتغل بها صحيح طبعا أغلب الناس يعني بيشتغلوا باليمين قليل ما نجد طبعا ما هو هيبقى القانون الاستثناء يعني أكيد القانون بس أنا اللي لفت نظر هنا أنه هو مش ابن مسعود واحد من الأربع اللي وص بيهم محمد خزوا القرآن خلينا نركز على ابن مسعود يعني خزوا القرآن عن ابن مسعود والنهار دا إحنا عندنا عند ابن مسعود قراءة مختلفة المفروض أنها هي الأصح المفروض ابن مسعود درجل حافظ للقرآن ومن الجهاب إذا في عصر محمد رسول الإسلام نفسه وإثنين يشار لهم بالبناني يعني كانوا إذا كان عبد الله بن مسعود أو أبيض